من يستمع إلى جبران باسيل اليوم يتأكد له أن معركة الانتخابات بدأت فرئيس الطيار الوطني الحر استعمل كل ما في القموص السياسي من شعارات شعبوية وتعبير تعبوية بقصد دغدغة عواطف الناس ومشاعرهم لكن اللافت أن باسيل طبعة 2022 هو غير باسيل طبعة عام 2018 ففي الانتخابات السابقة استعان نائب البترون بكلمة البلطج ليهاجم الرئيس نبيه بري وليكسب تعاطف المسيحيين وتأييدهم وليصور نفسه أنه المدافع الأول عن حقوقهم أما اليوم فهو لا يستطيع الهجوم على الرئيس نبيه بري بل يسعى إلى التحالف معه بهندسة انتخابية الرابها حزب الله لذا ركز هجومه على اثنين القوات اللبنانية وقوى الثورة مطلقا صفة الحربي عليهما وهو في الهجومين لم يكن مقنعا إذ صور نفسه بمظهر ضحية فيما اعتبر جميع الآخرين بمثابة مجرمين أو صارقين أو فاسدين فهل تنطلي هذه الأوقاويل على أحد بعد وهل من يصدق أن التيار الوطني الحر ورئيسة لا دخل لهما بكل ما حصل في البلد من انهيار بل هل من يصدق جبران باسير عندما يتباكى على المودعين ويدعي أنه سيخوض معركة لاستعادة أموالهم فأين كان عند حصول الانهيار الاقتصادي والمالي ألم يكن هو وطياره في الحكومة ألم يكن ميشيل عون في رئاسة الجمهورية فإذا كان من في الحكم ضحية فمن هو الجلاد إذن حتى الرابع من آب كان له نصيب من شعبوية جبران باسيل فهو قال عنه وبالحرف الواحد وبأربع آب افتكروا أنهم فجروا مع العاصمة أو فجرون مع العاصمة والمرفأ فلمن تعود واو الجماعة هذه وألا يتذكر باسيل أنه كان ممثلا في الحكومة التي فجر مرفأ بيروت على عهدها وأن أجر أساء أجهزة ومسؤولين تابعين للتيار الوطني الحر هم في دائرة الاتهام وفي السجن أيضا وهل نسي باسيل أيضا أنه ثم تم يطالب بالاستماع إلى إفادة رئيس الجمهورية ميشيل عون باعتباره القائد الأعلى لقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الأعلى الذي أخذ علما بوجود النترات المتفجر في مرفأ بيروت إذن لما تجهيل الفاعل ولم يلعب باسيل دور الضحية هنا أيضا ولتكتمل مع باسيل فإنه قلب شعار ثورة 17-20 من كل يعني كل إلى كل إلا نحن علما أن الثورة كانت تضع جبران باسيل على عس لائحة الفساد والفاسدين وكلنا يتذكر شعار الهيلة هيلة هو وعلى من تركز أكثر ما يكون لذلك فليتوقف باسيل عن المكابرة وليعترف أن الثورة ليست هي الكاذبة كما قال بل إن الشعارات التي يطلقها هي الكاذبة وهي التي أسهمت مع شعارات بقية أركان المنظومة في وصول لبنان إلى ما وصل إليه في الخلاصة خطاب باسيل حاقد يستحضر ماضيا يريد اللبنانيون طي صفحته فمتى يدرك باسيل أنه ليس بالحقد تبنى الأوطان وتتطور الشعوب لذلك أيها اللبنانيون يوم الاستحقاق الكبير آتن ولدى وصولكم إلى صندوق الاقتراع وعد ترجعوا تنتخبوهن هن زيتون ترجمة نانسي قنقر